صباح الخير والسعادة عليكم على كل مشاهدينا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي انا في البداية ومنتهى السعادة ان انا موجود معاكم النهاردة ان احنا هنكون بنبدأ مع بعض قولى حلقتنا عظم على العظم بس في البداية حابب كده رحب بصديكتي اللي تكون بتبدأ معايا اهلا بيك يا شروع اهلا بيك عامل ايه الحمد لله تمام بخير ايه اخبارك تمام الحمد لله طبيعي جدا في البداية ان احنا بنقابل صعوبات كتير جدا في حياتنا من ضمن الصعوبات دي احنا هنكون بنعيش مع بعض النهاردة في برنامج عظم على عظم هنكون بنعيش فيها لحظات مهمة جدا وعظم على عظم مش مجرد برنامج البرنامج ده بنكون بنعيش فيه فترة معينة ولكن البرنامج ده هو وقت هنكون بنستفيد فيه بنتعرف اكتر على معلومات عندنا وعلى خبرات بالنسبان عشان كده هنكون بنبدأ قول حلقتنا النهاردة هتكون عن المذاكرة وازاي اقدر اكون بذاكر وازاي اقدر اكون ببدأ عشان أقدر أجيب مجموعة عالي جدا في أي أن كان أنا موجود في أنهي مرحلة دراسية إذا كانت مرحلة ابتدائي أو إعدادي أو سنوي أو كمان بعد كده في الكردية فنضح في البداية أنرحب بضيفنا مستر مصطفى عامر هو خبير فنون تحفزية أهلا بيكا مستر مصطفى أهلا بيكا محمود وأهلا بكالي سيد المشاهدين مستر مصطفى كتير جدا في البداية مننا كأفراد لما دنينا إحنا نذاكر أنا حاسس أننا مش عايزة ذاكر وأنا بالنسبة لي الموضوع بيكون صعب في البداية أنا حابب كده أعرف من حضرتك أنت في البداية كنت بتحب أصلا فكرة المذاكرة وبتحب أن أنت تقعد بتذاكر زينا؟ لا والله يعني في الحقيقة أنا كنت طاريب عادي جدا جدا كنت المذاكرة بالنسبة لي زي أي حد بحس أن هي برضو هدك علي جميل جدا كان بيقابلني حاجات كتيرة جدا وصعوبات بالنسبة لها وكنت دايما بحاول أن أنا أبعد عنها شوية وكان بالنسبة لي الموضوع مش بصصه على أنه استمتاع ولكن بصصه على أنه فرض في حياتي لازم يكون موجود ولازم أخلص منه على قد ما أقدر طيب دلوقتي أنا دخلة زيك إيه المفروض الخطوات اللي أنا هعملها عشان أذاكر صح؟ يعني ويمكن المذاكرة بالنسبة لنا دلوقتي ما بقاش في حد بصص للمذاكرة أن دي حاجة أنا بعملها فممكن أكون باستمتع بها لكن اللي الناس ما تعرفوش أن المذاكرة دي هي بيبقى فيها عامل نفسي كبير جدا جدا لازم أن أنا أكون بقوم به والعمل النفسي دوت بيكون فيه تقوص معينة لازم أن أنا أكون بقوم بها عشان أطلع في الآخر بأكبر استفادة أنا ممكن أكون عايزة لأن معظمنا ممكن يكون بصص للموضوع اللي هو إيه طبما أنا كده كده هذاكر وكده هذاكر فاختار أي وقت وأي معاد وأبدأ أن أنا أعمل فيه دوت المهم أن أنا خلاص الجزء اللي عندي أو أحفظه زي ما هو وادخل على الامتحان أبدأ أكتب اللي أنا حفظته ويبقى الموضوع بالنسبة لي منتهى بس الفكرة بعد كده أنه ساعات بنحتاج المعلومات دي في حاجات تانية سواء في حياتي أو في سوق العمل اللي أنا ممكن أكون بصطدم بيه بعد كده فبلاقي نفسي أن أنا كل المعلومات اللي عندي مش موجودة ده دليل إيه؟ ده دليل أن أنا أصلا ما تعلمتهاش أنا كل اللي أنا عملته أن أنا حفظت بس فأنا حفظت ودخلت كتبت اللي عندي في الامتحان فأخذت الدرجة فأتخرجت من الجامعة وشكرا على كده فلاقي نفسي بعد كده لما أحاول أن أنا أدخل في سوق العمل محتاج كورسز وترينين كتير جدا عصنا قدر أهل نفسي أصلا من سوق العمل بعد كده تمام مستر مصطفى ممكن نكون سمعنا عنك كده الفترات اللي فاتت أن أنت كنت بتحاضر في أكتر من مجال منهم مجال التحفيز منهم مجال الماركتينج حابب كده أعرف من حضرتك أنت ليه اخترت مجال المذاكرة بالأخص أن أنت تكون بتعمل عنه محاضرات ويكون بتلف محافظات كتير جدا وبتنزل جامعات كتير جدا عشان تكون بتفيد طلاب أنهم يكونوا بيحضروا الدبلوما دي يمكن في البداية أنا كنت فعلا اختلطت بمجالات كتيرة جدا ولكن أنا حضرت أصلا قبل كده محاضرة للمذاكرة الحديثة طبعا مع أستاذي معلمي دكتور أحمد لطيف ويمكن بعدها حبيت الموضوع جدا جدا وحسيت الموضوع اتغير معي تماما فبدأت بعد كده أن أنا حاول أطور موضوع ده وأقرأ عنه كتير وأعمل عنه وأبحاث كتير وبدأت أن أنا فعلا أبدأ بالمحاضرات بتاعتي ويمكن بعدها بفترة بسيطة جدا جات لي أكتر من دعوة أكتر من جامعة زي جامعة منها وجامعة القاهرة وجامعة حلوان وعندنا كمان الأسبوع اللي جاي والأسبوع اللي بعده محاضرة في جامعة الأزهر وجامعة المينيا أن الموضوع عند الطلاب بقى شاير جدا جدا والموضوع بقى ممتع عندهم جدا وفيه كمان طلاب كانوا بيتكلموني بعد المحاضرة وبعد النتيجة كمان أن هم يمكن ما كانوش من الناس اللي بيطلعوا دايما الأوائل أو من الناس دايما اللي بتذاكر باستمرار ولكن قدروا ان هما ياخدوا مجامع كبيرة جدا وقدروا بعد كده ان هما يوصلوا كمان لحاجات تانية كويسة جدا طيب دلوقتي السوشال ميديا أصلا واخد جزء كبير جدا من وقتنا الى جانب ده كمان بينزله بوستس بتعبر عن الإحباط ولأ ما نذاكرش ولأ خلاص ما فيش وقت واللي زاكر زاكر ازاي انه قدر اتغلب على ده خلينا ناخد كل حاجة على حده نبدأ الأول بالسوشال ميديا لان السوشال ميديا موضوع كبير جدا 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 يمكن من اكبر المشتتات اصلا بالنسبة لي وانا بذاكر هو موضوع السوشال ميديا احنا دلوقتي اصلا التليفونات بتاعتنا بقت معنا دلوقتي 24 ساعة في 24 ساعة مع ان في معظم المحضرات بقولهم يا جماعة الناس اللي ممكن يكون فتحة على الانترنت 24 ساعة دول ممكن لو انا بشتغل اصلا بحاجة زي كده ممكن اطبق بالنسبة لي حاجة مفيدة لكن انا بالنسبة لي فتح الانلاين على طول عشان بس تشوف المسيديات واتكلم مع اصحابي والحاجات دي كلها والبوستس فالموضوع ده مش مفيد بالنسبة لي والفكرة كبير ان انا ما ينفعش اصلا وانا بذاكر يكون بالنسبة لي التليفون جمي دايما بتكلف المحضرات بتاعتي ان لازم يكون معاك حاجة اسمها نوت التشتيت ان اي حاجة بتشتتني وانا بذاكر اكتبها وبعد ما خلص المذاكر بتاعتي ارجع اشوف انا ايه اللي انا كنت عايز اعمله وعمله لكن دايما كل الافكار اللي بجلنا تشتتني عن المذاكرة بجلنا في الوقت اللي انا بذاكر فيه والفكرة كمان ان انا بسمح لدوة لان انا ساعات كتيرة جدا فيه ناس بتحب تذاكر قدامي التلفزيون فيه ناس بتحب تذاكر وجنبها لابتوب ومشغالة ميوزيك فيه ناس بتحب تذاكر والتليفون جنبي فحضرتك انت بتعمل ايه موكده كده الحاجات دي جنبك فيه ناس بتتفاجئ انه طب ده انا باجي اصلا وقت اللي امتحنات الاقي نفسي وانا بجاوب على سؤال ان انا مش طلع لي اجابة السؤال ده انا طلع لي اغنية او اعلان او حاجات زي كده طب حضرتك وانت بتتفرج على التلفزيون انت سجلت في عقلك ان هي دي المعلومة اللي انت كنت موجودة وهي دي المعلومة اللي انت كنت مركز فيها فعشان كده هي دي المعلومة السابقة اللي عندك تعالوا بنا نتكلم عن الجزء التاني ازاي اصلا انا ممكن اكون في الوقت اللي هو فيه امتحنات اروح داخل انا على الفيسبوك واروح كاتب حاطة الاول صورة صودة واروح كاتب محدش يكلمني يا جماعة اصلا انا في حالة نفسية صعبة والكلام ده كله وحاول ان انا كبر الموضوع على نفسي طب هو ثانية واحدة بس هو انت بتقول عقلك ايه انت اولا عقلك دايما بياخدك للمكان اللي هو ايه خليك ما تعملش اي حاجة حاول تريح نفسك لانه مش عايز يعمل ايه مجهود المذاكرة بالنسبة له عارف انه مجهود ان انت هتذاكر وهتتعبه معاك وحاجات زي كده فبياخدك للمكان تاني لا احنا ممكن بلاش نذاكر النهار ده خليها بعضو خليها بعضو خليها بعضو ويبدأ يخليك ان انت تأجلها بس ثانية واحدة هو انت بتقول عقلك ده صح ولا غلط هذا السؤال بقى ان انا لما باجي بقول لنفسي او بقول لعقلي المعلومات ديت بلاقي نفسي بعد كده ان انا ماشي على نفس الاطار لان عقلك مش هيعرف عن نفسك اكتر منك واي حاجة انت هتقولها لعقلك بشكل او باخر هيحول يصور لك ان هي صح ويجيب لك كل الحاجات القريبة منك ان هي صح يعني مثلا لو جيت انت قبل ما تذاكر قلت المادة دي صعبة جدا وانا مش قادر استوعبها عقلك في الوقت دوت هيصور لك حاجتين اول حاجة هيصور لك ان انت في الامتحان مش عفت جاوة وده بيخلي لك بعد كده ان ده بيحصل في الامتحان ان انت بعد كده ما بتذاكرش فمتعرفش تجاوة والحاجة التانية نوعا بيجيب لك كل صحابك اللي مذاكروش يقول لك عشان تتأكد من المعلومة اتصل بكل صحابك دلوقتي اللي مش بتذاكر واسألهم الجزء ده معاهم كويس ولا الجزء ده معاهم وحش طبعا انت بالفعل بتتصل بالناس اللي ما بتذاكرش لكن انت عمرك قبل كده فكرت تتصل بالناس اللي بتذاكر المادة او تحاول ان انت تقرع عنها او تحاول ان انت تشوف سيرش عنها او حاول ان انت تاخد اي information عنها احنا بالنسبة لنا حابين ان احنا يبقى الموضوع بالنسبة لنا حفظ وإلقاء وشكرا انا مش عايز افهم ايه اللي هو وراء او حتى ده بيكون موجود ليه او عشان ايه فدي بتبقى بالنسبة لي بعد كده المشكلة بتوجه لي مشاكل بعد كده كتير جدا طب رأيه كيف للطلاب اللي هما بيجوا يذكروا بيحسوا بمرحلة اكتئاب بيحس ان انا في البداية يعني عايز اكون ببدأ السنة بمنتهى الكوة بمنتهى الطاقة ولكن بالنسبة له لما بيجي بعد فترة معينة بيحس ان انا طاقة بيتقل او انا بالنسبة لي بعد فترة الموضوع بالنسبة لي بيكون في خمول ردك ايه على الناس دي دائما بنقول او كان في مقولة ليوناردي دافينشي كان بيتكلم ان المذاكرة بدون هدف فالمذاكرة بدون هدف دي بتبوز الزاكرة بعد كده وبتخليني كمان ان انا مقدرش هستوعب ان انا ممكن اكون بذاكر فالفجرة كلها انا قبل ما اذاكر لازم اكون اعرف اصلا انا بذاكر ليه ايه الهدف اللي انا ممكن اكون انا بعمله عشان خاطر ان انا اوصل بعد كده ان انا اطلع بحاجة كويسة جدا جدا من ان انا بذكره داود فيه ناس كتيرة جدا بذاكر عشان خاطر انجح بذاكر عشان خلص الجامعة بذاكر عشان خاطر بابا وماما قالوا لي انت لازم تنجح ستنادي عشان هنجيب لك حاجة فالفجرة كلها بس ده مش هدف انت لازم تدور على هدف ليك طب ليه هدف؟ لأن أنت بالنسبة لك المذاكرة دي لازم يكون ليها هدفة عشان تذاكر المذاكرة مش سهلة المذاكرة حاجة أنت لازم تعملها فالفجرة كلها عشان أنا أقوم بمجهود أو عشان أقوم بالمجهود ده على أكمل وجه بالنسبة لي فلازم أن أنا في الوقت ده أدور على الحاجة اللي لازم أن أنا تكون محفزة بالنسبة لي فتخليني أن أقدر بعد كده أن أنا لما أعرف أذاكر أقدر أذاكر صح وأقدر كمان حتى المعلومات اللي أنا أحفظها أقدر بعد كده أن تبقى بالنسبة لي سهل أن أنا بعد كده أقول المعلومة أو أستنتجها بعد كده أو حتى بعد فترة لو بعد شهر أو اثنين أو ثلاثة يبقى بالنسبة لي لسه المعلومة بالنسبة لي موجودة معظم الطلبة دلوقتي عندهم مفهوم معتقاد أن أنا لو ذكرت أنا مش أخش الكل اللي أنا عايزها فأنا مش هذاكر فإزاي أقدر أتغلب على الشعور ده؟ ببساطة جدا جدا يعني إحنا دايما بنحاول أو بنخاف من قدراتنا الخاصة فيمكن ناس كتيرة جدا أنا ما بقاش عايز أذاكر لأن أنا خايف أواجه نفسي بالحقيقة فيبقى بالنسبة لي أسهل أن أنا أعمل إيه؟ أن أنا أدخل في مرحلة التسويف يعني أأجل يجي مثلا أن أنا عندي حاجات عايزة أخلصها فأأجلها دلوقتي يوم اثنين تلاتة شهر اثنين تلاتة لحد من الامتحانات تبدأ تقرب علي يبدأ الامتحانات بقى في آخر شهر أبدأ أفتكر فأعمل إيه فأنت أجيب ملزمة مثلا في الفئة الملخص واركنها في البيت أنا مش هزاكرها بس أنا أحاول أرضي ضميري كل شوية بحاجة معينة عشان يبقى الموضوع بالنسبة لي سهل وبعدها أستنى أسبوع أو اثنين أو تلاتة يبقى فاضل مثلا لامتحان أسبوع فأبدأ أتصل بكام حد كده زي اللي احنا كلمنا عنهم من شوية عشان أبدأ أتطمن الموضوع إيه وإيه الأخبار في حد يذكر وللسه جماعة احنا مشين في نفس الإطار إن الإنسان كمال كسول جدا بطبعه بالزبط فهيستسهل الموضوع جدا وخلاص ما بيذكره جزيه فأنا أذكر ليه خلاص بقى فأنا بالنسبة لي خلاص أنا مش هزاكر وابدأ الموضوع يمش معي واحدة 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 لحد ما في ناس بتفاجئ بينه في المحاضرات يا جماعتم بتبدأوا مذكري إمتى في الامتحان الفاينال في ناس بلاقيها بتقول لي قبلها بيومين وقبلها بتلاتة وأغرب حد قال لي والله أنا بذكرها في المواصلات بالزبط فاللي هو في المواصلات أنت بتعمل إيه في المواصلات أنا عارف إن العقل بتاعنا عنده قدرات كبيرة جدا جدا بس مش لدرجة إن أنا ممكن أذكر في المواصلات بس الفكرة كلها إنه هو بيبقى خايف فعلا إنه هو يبدأ من أول الصنة الدراسية ويذاكر ويكتهد ويبص للآخر ويمشي مع الترب وفي النهاية ما يجيبش المجموع اللي هو عايزه فيلاقي نفسه النهاية دي قدراته الحقيقية فلا أنا بالنسبة لي الأسهل إن أنا ما ذكرش خالص واجي في الآخر خالص أذنق نفسي في آخر وقت عشان في آخر وقت ده لما أنا ما جيبش المجموع أبص النفس ويقول إيه أصلاً كده كده بدأت في الآخر فعشان بدأت في الآخر فقدرت بكير أن أنا أوصل للنتيجة دي لكن لا أنا لو أنا كنت بدأت بالأول لا ده كانت النتائج اختلفت تماما فبحب دايما إن أنا أبص النفسي بالمصطلحات دي ولكن المصطلحات دي خاطئة جدا إنت حتى لو عندك أي حاجة بتمنعك من المذاكرة أو قدراتك وليلة جداً جداً فأنت لازم تكون شغالة عن نفسك عشان توصل للحاجة اللي أنت عايزة طب حضرتك من أنصار المراجعة يعني المراجعة قبل الامتحان دايماً الطالبة اللي بتذاكر بتراجع قبل وهي رايحة الامتحان على طول ففي ناس بتقول غلط وفي ناس بتقول صح إيه هو الصح؟ هو الصح طبعاً إن أنا راجع بس مش هينف أن أنا راجع قبل الامتحان بساعة لأن أنا قبل الامتحان بساعة دي بيبقى الوقت عندي فيه توطر عالي جداً جداً فأنا منصح كل الطلاب دايماً إن قبل الامتحان حضرتك أنت لازم تكون بتفك نفسك يعني لازم أن أنت تكون بوقف مع ناس بتهزر معهم بتضحك معهم بتتفرج على الفيديوهات متحقة ليه؟ عشان خطر أنت بالنسبة لك الحاجات الفاني دي بتخليك أن أنت تبقى فاكك الاتنشن شوية في ناس من كتر التوتر والقلع بتدخل أو ما تدخل وتستير مورة الامتحان فيه ناس بيجي لها مغص فيه ناس بيجي لها صدع فيه ناس بيبقى الموضوع من نسبة لهم العقل العاطفي عندي بيشتعل فأوما بص للورقة أحس إن أنا مش فاهم أي حاجة الحاجات دي إحنا كنا بناخدها ويفضل على الحال ده 5 دقائق 10 دقائق فالحاجات دي كلها عشان حركت معطل نفسك وموتر نفسك وشدد نفسك جامل طبعاً الحالات دي بتحصل لأكتر ناس اللي مش بتذاكر من أول الترمي الناس اللي هي بتاعت المواصلات دي طبعاً الحاجات دي بتحصل لها بس الفكرة كلها إن اللي راجع ده اللي بيراجع ده أو أنت ممكن تراجع قبل الامتحان بيوم طبعاً مفيش أي مشكلة لحد قبل الامتحان مساء معك بأربع خمس ساعات أنت بتقدر تعمل حاجة زي كده عشان خاطر إن انت عادي بتراجع الانفورميشن بتاعتك بس قبل الامتحان مش ينفع إن انت بتعمل ده لأن انت بتضغط وبتزود السترس عندك جامد فبالتالي اللي ما تخش على الامتحان وبص على الورقة طبيعي في حاجات ممكن تفتكرها وحاجات ما تفتكرش عشان كده نصيحة بقولها لكل الناس أو ما تجيرك ورقة الامتحان اقلبها على دهرها وبص على أي سؤال خالص وابدأ اهدى لحد ما تحس إن انت متزن دي أو ديتين بالكتير وابدأ اهدى بالورقة وابدأ إن انت تقسم الورقة الامتحان بتاعتك لأسئلة كل سؤال على حدة وتبدأ تقرأها واحدة واحدة وتفهمها وخلي بالك إن كتير جدا جدا في الامتحانات بيكون فيه أسئلة بيقى فيها نوع من أنواع التريكي أو سؤال بيقى فيه لغز مثلا أو يحاول يغير بعض الكلمات عشان السؤال مثلا لو أنت ذكرته بطريقة فيجيبولك بطريقة تانية ما تقلاش الموضوع ده ويرى السؤال مرة واثنين وثلاثة لأن الموضوع بالنسبة لك سهل جدا مع ذلك في ناس بتجيلهم بانك لدرجة إنه ممكن ينسى إجابة السؤال هو عارفها تبقى مشكلة فعلا هي اللي أنا بنسى الإجابة وانا عارفها دي بيكون أول حاجة أنا وانا بحفظ المعلومة كان حاصل عندي تشتت وكلمنا في النقطة دي من شوية إن أنا وانا بذاكر كان فيه جنبي حاجة شغالة تليفاجون بقى موبايل أي حاجة الحاجات دي لما بتكون شغالة وقت دخول المعلومة جوه عقلي فبتوصل لي معلومة مزدوجة إن فيه معلومة كذا ومعلومة كذا لما حاول إن أنا استخرج المعلومة تاني من عقلي فيبقى الموضوع بالنسبة لي سعب عشان كده دايما بقول فيه ناس بتتعامل مع لها بشكل غريب جدا اللي هو إحنا العقل بتاعنا ده عنده قدرات كبيرة جدا والقدرات بتاعته كويسة جدا نقدر نستغلها في حاجات كتير لكن إحنا سعب زي ما بقول كده بيتعامل مع عقلي ده نوح حصولها بحط فيه حاجات وعايزها تطلعلي في وقت تاني معينا علينا ده ممكن يكون كمبيوتر بقدر إن أنا أعمل عليه حاجات كتيرة جدا نسيب وطلع كل اللي أنا عايزه في الوقت اللي أنا عايزه مش في الوقت اللي عايزه تمام وعايز أعرف كده ردك ايه عن الأهالي اللي ممكن يكونوا بيضغطوا على أولادهم بشكل مش طبيعي في فكرة إن انت أخش أو تذاكر فكرة المذاكرة دلوقتي هي بقت كل حاجة في حياتنا وعايز أعرف كده رأيك في الحاجة دي يا ريت بس أولديتي ما كنتش سامع الجزء ده بس أنا بتكلم تمام يعني يمكن أنا طبعا زي كل الطلاب كان بييجي علي لحظات والديتي كانت ممكن ده كون بتعمل معي عايزي كده وإخوتي كمان في البيت بيعوني معي كده لازم تذاكر لازم تذاكر لازم تذاكر بس الفكرة كلها بنقول كده إذا عارفها السبب بطل العجب فهو الفكرة كلها مين هيقول لك ذاكر إلا إذا كنت إنت أصلا مش بتذاكر بس الفكرة كلها إحنا تخلينا عن المذاكرة يعني فيه الطلاب كتير جدا الموضوع معهم أنا ما بقيتش المذاكرة شيء أساسي في يومي دي مش من ضمن المهام اليومية دي بقيت حاجة سنوية عندي لكن أنا عندي حاجات أساسية في يومي حاجات تانية كتير حتى الطلاب اللي بيروحوا للجامعة دلوقتي معظمهم مش بيحضروا المحاضرات يعني معظمهم إحنا ممكن نقضي وقت مع بعض أحسن بكتير وإن أنا ممكن أطلع المحاضرة بس الفكرة كلها إنت برضو بتحط هيدك على نفسك سواء إنت بتخلي البيت إن هو يقول لك ذاكر أو سواء إن إنت بتروح للجامعة وما بتقديش المهام اللي إنت ممكن تكون مطلوبة منك بس طفا استأذنك بس طفا وكده هنكون بنكمل بعد الفاصل إن شاء الله تمام أوكي تمام أوكي ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسا مكملين إزاي هنزاكر دلوقتي إحنا عندنا مشكلة إن إحنا ما بنحبش المذاكرة أصلا فكرة المذاكرة وإن أنا أسمع إن أنا دخل زاكر يعني تبقى حاجة وحشة جدا فإزاي أنا أحب المذاكرة تمام يعني يمكن دايما مصطلح أنا بقوله في كل المحاضرات اللي أنا بعملها إن أنا بحاول أطلب من الطلاب إن هم يقولوا كلمة إن المذاكرة ممتعة طبعا في أول محاضرة الموضوع بيكون صعب جدا جدا كل الناس اللي هو إيه إزاي ممتعة يعني إيه الممتعة في المذاكرة يعني حتى لو بسألهم طب في حد أنا بيحب المذاكرة طبعا كل الناس يعني الموضوع آه لا ما فيش خالص تمام إحنا لو بنحب النذاكرة هنحضر محاضرة زي كده فلهو الموضوع طب ما الفكرة كلها إن أنا لازم أكون بحب المذاكرة بس أنا مذاكرة هي أنا مذاكرة أنا ممكن أكون بحبها فكرة كلها إن إحنا لسه لحد دلوقتي بنطبق الحاجات الروتينية بتاعت المذاكرة إن أنا بحاول أحفظ 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 وأحاول إن أنا كمان بكتب على ورق لحد دلوقتي لسه الورق اللي هو المسطر ده وأحاول إن أنا أكتب عليه وقلم وخط واحد والموضوع كده فبيبقى الموضوع صعب جدا مع الناس لكن إحنا يمكن من الطرق الحديثة اللي إحنا ده بريمان شغالين عليها دلوقتي حاجة اسمها الخرايط الزهنية يمكن الخرايط الزهنية دائما إحنا بنستخدمها لأنها الشكل بتاعها شكل تقريبا قريب جدا جدا من الخلايا العصبية اللي ممكن تكون موجودة جوه عقل الإنسان فالفكرة كلها إن إحنا دائما بنقول لو إحنا عندنا أشكال مربعة حاولنا ندخل جواها دواير الموضوع هيبقى صعب ده بالزبط اللي إنت بتعمله مع عقلك لما تيجي تحاول تكتب حاجة على سطور وتنقل السطور ديت على عقلك في الموضوع في صعوبة في تقبل المعلومة لكن إحنا دائما بنحاول إن إحنا نوصل بشكل الخرايط الزهنية إن الخرايط الزهنية بيبقى فيها أول حاجة بيبقى فيها أشكال معينة بتتقسم كمان معاك تقدر إن إنت تبقى بتحدد إيه اللي إنت بتحفظه الأول وإيه اللي هتحفظه بعد كده حتى بعد كده الطريقة بتاعت الاستسكار للمعلومة بتبقى أسهل بالنسبة لك لأن إنت بتستخدم كتير ألوان وبتستخدم كتير ورق وبتستخدم كتير كلمات فالحاجات دي كلها بالنسبة لك محفزة أن أنت تذكره مستمتع كان بيها جدا وفي نهاية حلقتنا بنشكر أستاذ المشاهدين إن قدروا يكونوا موجودين معنا على مدار الوقت بتاعنا وشكرا مستر مصطفى شكرا لك يا شروع ومستنينكم في حلقة جديدة من برنامجكم عظمة في عظمة